دائما في عدن فقد ترأس محافظة أحمد سالمي اللقاء انضم كل من المهندس سامي باهرمز نائب رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والمهندس غسان الزامكي وكيل المحافظة لقطاع المشاريع والمهندس وليد الصراري مدير عام مكتب الأشغال العام والعميد يمال ديان مدير عام شرطة سير بعدن كرس اللقاء لمناقشة وإقرار خطة حركة سير القاطرات الثقيلة الخارجة والداخلة إلى ميناء المعلى عبر شارع الدكة جولة ريغل كما أقرى اللقاء تحديد مواقع مصارف السيول في تنفيذ مشروع رصف طريق الدكة جولة ريغل الممول من صندوق صيانة الطرق ومدى الاستفادة من تلك المصارف في تصريف مياه الأمطار والسيول سواء القادمة من جبل شمسان أو جبل حديد وتصريفها إلى البحر وأكد المحافظة أهمية الإسراع في إنجاز أعمال تنفيذ المشروع لما له من أهمية بالغة كونه يربط ميناء عدم ببقية المديريات والخط الوحيد لمرور القاطرات الثقيلة